يعني التغافل يا نام ليه جميل خالص أولا الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد أنه على آله وصحبه أجمعين وبعد الموضوع النهاردة يعني التغافل والموضوع ده وعيز أقول لحضرتك وأقول لأستاذ محمد أنه لن تستقيم أسره ولن تنجح أسره بل مش أسره بس لن تنجح علاقه بدون تغافل يعني إيه تغافل وإيه التغافل في حال سيدنا النبي كان بيعمل كده ولا ما بيعملوشي والصحابة كان ماشيين زي مع التغافل والموضوع يعني التغافل لما أقول لانا أعمل إيه واسيب إيه والكلام الأسئلة الكتير اللي بتنترح في الإطار ده التغافل هو تعمد الغافلة أنا أعمل نفسي كأني مش واخد بالي حصل موقف كده هو موقف عابر موقف عارض فأعمل نفسي كأني مش واخد بالي بس أنا بكون واخد بالي أنا واخد بالي أنا بتعمد أن أنا مش واخد بالي الولد عمل سلوك مش لطيف الزوجة عملت موقف كده مغسلتش لطباق ولا في موقف مش طريف ولا حاجة عرضة كده مخالفة للأصل فنعمل نفسي مشواخد بينا بقاش حاطة الزوجة أو حاطة العلاقة تحت مجهر فأنا شايف أنت فيه هنا ما نضفتيش المكان ده كويس أنت حصل عندك ضرب في المشكلة دي الولد حصل منه سلوق فأنا دوما بحاسب الولد أو بحاسب الزوجة أو بحاسب العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية كأنها تحت مجهر فأنا شايفة بالمجهر دو فبالتالي لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيتها لما نروح لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نلاقي القرآن الكريم سجل لنا موقف في الحياة الأسرية والحياة الزوجية موقف في التغافل إيه اللي حصل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة الأمر ده ممكن يحصل عندي في البيت ويحصل عندي حضرتك ويحصل في كل الأسر زوج بيتكلم مع زوجته بيقولها سر بيقولها إيه؟ سر السر دوة معروف طبعا أنه ما يطلعش لحد تاني طبعا زوج بيكلم زوجته ولا ما تقوليش لحد ده بيحصل معنا ويحصل معنا إن القرآن يسجل معنا ده بيقوله إيه؟ أسر النبي إلى بعض أزواجين حديثة فلما نبقت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض إيه اللي حصل؟ ده القرآن الكريم معبر أسر بيكلمها سر ويقولها ما تقوليش لحد تقوم الزوجة وكتير من زوجاتنا وكتير من طبيعة المرأة طبعا خد لا تستطيع أن تكتم الكلمة سمعا مش كلهم؟ مش كلهم نعم ببعض ولاش تعمل ببعض لا مش كلهم طبعا تمام بعض منهم فما تستطيعش أنها تطبط الكلمة بشكل تم وإنت قلت لها الكلمة راحت ستنا حفصة لمفسرين يقولون الزوجة دي كانت ستنا حفصة بين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضها راحت قايلة لدرّتها ستنا عائشة رضي الله عنه وأرضها أم المؤمنين ده النبي أعيل لك ما تقوليش لحد فيقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منزل الوحي جبريل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالة حفصة لعائشة يقوم سيدنا النبي بقى يجيبها يعمل لها كشف حساب وانت قلت واحد اتنين ثلاثة ربعة لا أبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يديها إشارة أنه عرف تمام شفت عبير القرآن الكريم وقال ليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يقول لها أن أنا عرفت القصة ديت وأن السلوك ده بمطرف خافي كده أو بأسلوب غير مباشر ما ينفعش ويعرض عن الكلام وعن الحديث ليه يعرض عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر هو سيدنا النبي مش قوي أن يرد باللسان وأن يفعل كل الأفعيل صلى الله عليه وسلم يستطيع كل شيء لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بقاء العلاقة الزوجية مع تصفح الخلل بجزء من التغافر وأنا عايز أقول لحضرتك وأقول للأستاذ محمد أن معظم المشكلات أستطيع أن أقول لحضرتك 90% من المشكلات في الحياة الزوجية يكون مبدأها عدم التغافر هي الزوجة بتحاسب زوجها يعني على الهوى اللي داخل واللي خارج فيبقى الزوج لما يخش البيت نفسه يطلع من السجن أي خبال حضرتك مسكة الموبايل بتاعها أو الآيبات بتاعها أو الشغل بتاعه فهي دوما كأنها حضرتك بتدور أنها تصيد وكذلك الأزواج يعني الأمر مشترك بيننا وبينهون وكثير من الأزواج يبقى متابع الزوجة علت سطحة في موقف من المواقف أو في لقطة من اللقطات وأنا بقول دوت على سبيل أمر عابر مش الطبيعي مش السلوك الأصل ده أمر عابر فتيجي الزوجة بقى تبدأ تعمل مشكلة قد تختلق مشكلة من غير مشكلة ونسمع مشكلات كتير يا مولانا زوجتي منك كده علي حياتي ليه يا عمي منك كده ليه حياتك أنا زوجتي متأكدة أو بتقول لي أنت ماشي في حاجة مش مصبوطة أنت ماشي في حاجة غلط يا أخت الكريمة انت شفتيه في حاجة غلط لا لا أصل هو ما سك التليفون ولما جامسك التليفون بعده يا سيت تغافلي خلي حياة تكمل يا أخت الكريمة انت بتسويد حياتك وبتنغاصي معيشتك أنا محتاجين الحياة متكونش كده ويجي الزوج أصلي يا مولانا بتهيأ لي كذا يا أخي الكريم أين التغافل فينك قدقنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبص في سرطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجل القرآن الكريم سجل بعض المواقف والمعنى صريح ونلقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث معه مواقف عجيبة هي الهدف أن النفوس لا تشيلش من الطرفين مش قصة أنه تشيلش بس ده قصة أنه نبقى قادرين نشوف بعضنا بصورة كويسة إحنا اللي بيحصل إيه حضرتك أنا بدأت أخد جنب وبدأت مركز على ما إحنا بشر هو إحنا حد قال إن إحنا ماليكة يحدث من الخطأ ويحدث من الطرف الآخر الخطأ لكن واجه الإشكال إيه أنا يلزمني علاج الخطأ ولا إن أنا أزيد في الخطأ أنا فرضا أنا كزوج أخطأت في حق الزوج صدر مني موقف عابر ليست هذه عادتي وليس هذا سلوكي فلما صدر مني الموقف العابر المفترض أن الزوجة الطرف الآخر بيحاول يرجعني لما كنت عليه ولا بيحاول يخليني أزيد في الغلط الزوجة بتسمع متابعة فلام ولا متابعة مسلسلات ولا متابعة كرتون ولا بتعمل مش عارف إيه ومهملة أنا في النحية الأولى أقول له تغافة لعمل نفسك مش أخد بالك ترمى هذا الأمر عارض إم تتكلم؟ إم تبدأ أخذ موقف؟ إم تأفتح كلام معاه؟ أما يصير الأمر دوت أمر بقى شيء طبيعي بالنسبة لها وأمر مستقر عنده وأمر بيترتب عليه مفسدة فأنا في الحالة دي عايز أحل المشكلة اللي عندي وعايز أخرج من المفسدة اللي أنا فيها يبقى أنا لما عملت كده عالكت الخلل اللي موجود لكن إحنا العكس العكس إيه؟ ندى أن نشوف المشكلة وما تبقاش فيه مشكلة مضخمة بالمشكلة رغم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما حصل موقف من الموقف اللي فيها مشكلة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يحل المشكلة وإن خرجنا من المشكلة موقف يحصل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكأنت تتخيل سيدنا النبي فيه طعام وفيه يعني صفحة فيه طعام جيه لسيدنا النبي من بيت إحدى زوجاته خلاص النبي جاي له أكل في طبق من عندي إحدى زوجاته تقوم ستنا عيشة رضي الله عنها وأرضها تشوف سيدنا النبي بيأكل في الطبق في يومها ده طبق جاي من بره أكل جاي من بره تروح تعمله ستنا عيشة زوجة تغير على زوجة مسكت طبق كسراء مشكلة أم لا مش مشكلة طبعا تخيل بقى ما حصلت دلوقتي هيقوم عليها حضرتك منعايز أقول لحضرتك ياهو موقف بقى صعب ده مش موقف سهل مش موقف يعدي لكن هذه ليست عادة عائشة ولايست طبيعة عائشة هذا موقف عابر هذا موقف عارض يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه بقى يقوم يجيب طبق من عندها ويحط فيه طعام ويقول طعام بطعام وصفحة أم صفحة غارت أمكم الموقف اللي حصل انتهى عند الكصة دي اتحل إن زوجة بتغير على زوجة ويتغافل صلى الله عليه وسلم عن الأمر ده لما تعيش مع سيرة النبي يا أسد محمد تجد أمر عجب لما أنس بن مارك خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي عشر سنين يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء تركت لما تركت أنا وحضرتك النهاردة ما بيعديش يوم غير لم يقوله لنا أنا مش قلت لك اعمل صح انت ما عملتش بيحصل بيحصل تمام انت ما عملتش طب انت ليه عملته أنا بقول لحضرتك أنس اللي بقوله عن نفسه عشر سنين النبي ما قال ليش يا أنس انت عملت ده ليه ولا قال لي يا أنس انت ما عملتش ده ليه وانا عايز أقول لحضرتك انت متصور انه لم يصدر من أنس ما يوجب أو ما يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم يستوقفه حدث بشر ومع ذلك والسنة نفسها جت لنا ببعض المواقف اللي حصلت من أنس لكن ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم طالما كان الأمر عارض طالما كان الأمر لا يستدعي الوقوف طالما كان الحياة مشية والخلل يسير والخلل يمكن التغاضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوقف أنس ترجمة نانسي قنقر